السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو خاص بالناس اللي غادي يمشيوا دوزوا لانتخوتيان ديال مع ها التمريض ولكن حتى الناس اللي غادي يدوزوا دوزوا دوزوا انتخوتيان ديال مدارس أخرى يقدروا يستفدوا منه حيث تقريبا نفس الأسئلة كالتعاود كل مرة أرغو أول حاجة غادي نشوفها هي علاش غادي نستعد لهذا الانتخوتيان ونعطيه أهمية ثانيا غادي نتطرقوا لبعض الأسئلة اللي كتطرح في هذه الانتخوتيان وطريقة الإيجابة والتعامل معها ثالثا غادي نقش معكم هدا كالسؤال ديال بخيزونتيفو اللي دائما كيتطرح على بركة الله كيف ما قلنا في الأول؟ علاش غادي نستعد لهذا الانتخوتيان؟ للأسف بزاف وبزاف ديال الطلبة يقولوا راه الانتخوتيان غير مجرد بروتوكول وراه اللي تقبل في الامتحان الكتابي صافي راه ضمن بلاستو هاد شي فعلان ممكن يكون ولكن ماذا هذا السبب مقنع الذي يجعلنا نهمله واحد الجانب كبير من بناء الشخصية ديالنا واللي هو كيفية التعامل مع الآخر في الجانب المهاني نفترضه فعلا تقبلتي في المعهد بدون عناء المقابلة محي تدوز الانتخوتيان بقيت غير ساكت مدر تيوالو وهما غير دوز ككوصافي ايو من بعد صافي دونتي الحياة ديالك مثلا رمزال غادي تشد ديبلوم ديالك ان شاء الله وغات مش تتقلب على خدمة ومن ثم تريد تعمل ضروري ستدوز الانتخوتيان وذلك الساعة لا يوجد القضية البروتوكول حاجة اخرى من غير الخدمة مثلا تريد تكمل قريتك تريد تعمل مصطرف في تخصصك مثلا ضروري ستدوز الانتخوتيان وهذا الانتخوتيان ستدوز الانتخوتيان حيث المصطرف تخصص معين ليس هو السنة الاولى ولا السنة التانية في المغرب كامل لا يفوتوش يعني الانسان يأخذ هذه الأمور بجدية وبعقلانية ستدوز المحور الثاني وهو الأسئلة التي تطرح في الانتخوتيان وكيف نتعامل معها اول سؤال يقدر التاطا ودائما يقدر التاطا أول سؤال التاطا هو هذا السؤال ما زال غاد نهضره من بعد بوحده وننقشه ثانيا يقدر يسولك لماذا اختارتي هذا المجال لماذا اختارتي هذا المجال حتى يجبني أو حتى يرتاح لي أو حتى يرتاح لهم أولا أسئلة لماذا أختارتي هذا المجال لذلك لماذا اختارتي هذا المجال لذلك لماذا تطرحون جاوية واقعي السؤال الثالث الذي تطعطي مباشرة من هذا السؤال هو السؤال الرابع الذي تعطي كذلك هو ما تفعله بعد الدراسة؟ ما تفعله بعد تسالي هذه الفترة للدراسة وتحصل على الدراسة؟ ما تفعله؟ ما تفعله؟ السؤال الخامس هو ما تفعله؟ 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 و أيضاً أسئلة تتعلق بالشخصية مثلاً يطلبون منك تقول لهم ما تفعله؟ ما تفعله؟ هذه الأمور كاملين وجد دراسك لهم و سهل التعامل معهم و يكون بارد في الأعصاب يعني جاء بطريقات يلقائية وعادية الأغداء هم أغلب الأسئلة التي يمكنهم التعطي في الانترنت يمكن أن تفعله الآخر محور وهو سؤال قدم رسك هنا في هذا التقديم لغادتاتي يكون توفر على أربعة الأمور الأساسية أولاً الإسم الكامل ثانياً السن ثالثاً عنوان السكن باختصار رابعاً الدراسة ديالك وأنا أعطيكم ميثال بسيط باش تعرفو كيفشت قدم رسكوم بالفرنسية أبداً لغادتاتي الآخر ميثال إلياس أعطيكم 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 في هذا الميثال سأعطيكم أعطيكم لغادتاتي أعطيكم بحيث أنني ذكرت الاسم وذكرت السن وذكرت عنوان السكن باختصار يعني يكفي أنك تعطي غير المدينة في سكن ماشي تقول لهم بلوك 8 رقم 128 حي المسيرة إلى أخيرها غير المدينة ومعلومات حول الدراسة اللي هم شنو اللي هم النوع البكالوريا يعني الشعبة والمسلك زائد الميزة زائد السنة فاش حصلت عليها هالشي اللي كان هدرو عليه وإلا عندك بيانسيق دوبلومات خورا يعني مثلاً كان عندك باك قديم ودجاك أنت داير لفاك يعني عندك شي دوغ وعندك شي عاجة أخرى ركا تذكرها ولكن فغالب الأحيان يعني طلبك يكونوا يالله شدوا الباك ديالهم يعني هادشي اللي يخصي تقال بهادشي غدي نكون وصلت لنهاية هاد الفيديو اللي هدرت فيه على الاختبار الشفوي والأسئلة اللي كتطرح فيه كانت من الطلبة والطالبات اللي غايدوا وزولون تخطين ديال مع هاد التمريض حد سعيد ومن هاد المينبار كان شكر الأخت والطالبة الممردة فاطم الزهرة فاضيل على التعاون ديالها والمساندة ديالها للطلبة الجدد ما تنسوش تبارتاجيه الفيديو باش كل شي يستافد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة